أي تداعيات لمشهدية أوروبا الانتخابية على أوروبا وشرق الأوسط ولبنان؟ سؤال ينتظر الإجابات العملية بعدما أفرزته سنضيق الاقتراع مع تقدم اليمين المتطرف وتراجع الأحزاب التقليدية وأي ترددات على إسرائيل وشرق الأوسط ولبنان أيضا بعد الانسحابات من الكابينت الإسرائيلي لا شك أن اتضاحة صورة هذه التبدلات يتطلب أسابيع في الوقت الذي تبدو المنطقة في صباق مع الوقت بين المساعي السياسية والديبلوماسية والحلول العسكرية أما محليا فقد توزع الاهتمام اليوم بين حركي اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر لكن المعطيات تشير إلى أن الحركة الرئاسية بلا بركة حتى اللحظة لسيما في ضوء التباينات التي ما زالت تتظهر على لسان المبادرين أنفسهم فرئيس مجلس النواب نبيه بري مصر على حواره والقوات تصر على الالتزام بالدستور وبسيل رد على رئيس تيار المردة بالقول كنا بواحد ما يعني أن خلطة إنهاء الشغور تحتاج إلى مزيد من المساعي المحلية والدولية لتتمن